بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث التجاري في حلقة جديدة من حلقات مادة الإحصاء في الحلقات السابقة استعرضنا بعض الموضوعات زي الاحتمالات والتوزيع الطبيعي والعينات وبعدين دخلنا في الارتباط والانحضار وآخر حلقة كنا عملنا حلقة عن العلاقة بين الارتباط والانحضار هنفكركم النهاردة إن شاء الله بمجموعة من الأسئلة على الحلقات السابقة كلها جمعناها من امتحانات سابقة وإن شاء الله تكون أسئلة مهمة ومميزة لحضراتكم حلقتنا النهاردة إن شاء الله عاوزين نراجع على جزئية كبيرة جداً من المنهج زي موضوع الاحتمالات، موضوع الارتباط، موضوع الانحضار، موضوع العينات وإن شاء الله معانا أسئلة جميلة فيها أسئلة من الجزء النظري وأسئلة للمسائل العملية هنبدأ حلقتنا النهاردة بمجموعة من الأسئلة النظرية اللي بتجينا في صورة أكمل أو في صورة صح وغلق وإن شاء الله يتمنى أن تكون حلقتنا النهاردة يتقربكم من نجاح بخطوات نبدأ حلقتنا إن شاء الله ونقول عندي سؤال عرف كلاً مما يأتي سؤال عرف لما بيجينا في الانتحانات أو عندك في أسئلة الكتاب وعندك في أسئلة الكتاب بيجيب لي تعريف ومطلوب إن أنا أعمل التعريف ده في صورة مختصرة زي تعريف الاحتمال، تعريف التجربة العشوائية، تعريف فضاء العينة، تعريف الحدث المستحيل، تعريف الحدث المؤكد، تعريف الحدث نفسه هنشوف تعريف تعريف مع بعض ونمشيها خطوة قطوة أول تعريف عندي عايز يعرف يعني احتمال قلنا قبل كده إن الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الشاملة يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أنا عندي ظهرة نرد ده أنا عندي ظهرة نرد، رمية ظهرة النرد كلنا فاكرين فضاء العينة بتاع ظهرة النارد كان كام؟ ساعم ألا الناس بتقول لي فضاء العينة بيساوي 1, 2, 3, 4, 5, 6 يبقى عدد عناصر فضاء العينة كلها كام؟ قلت لي 6 يبقى أنا أول حاجة عرفتها إن فضاء العينة كان 6 أو عدد عناصر فضاء العينة كان 6 لما يقول لي احسب احتمال ظهور عدد فردي تقول لي أشوف كم عدد فردي في فضاء العينة وبعدين أحسب الاحتمال كم عدد فردي عندك في الأرقام التي طلعت معك؟ قلت لي الواحد والثلاثة والخمسة يبقى أنا عندي ثلاث أعداد فردية وفضاء العينة ستة يبقى هنا الاحتمال بيساوي عدد الأعداد الفردية على عدد الفضاء كله يبقى ثلاثة على ستة فيها النص يبقى لما أرجع تاني للتعريق بتاعي تقول لي الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية وطبعا عارفين كلنا أن خصائص الاحتمال لازم يكون الاحتمال كسر موجب الاحتمال يكون كسر موجب أو يتراوح بين الصفر والواحد الصحيح لأن إذا كان الاحتمال صفر بنقول على هذا الحدث احتمال حدث مستحيل او الاحتمال صفر بنقول على الحدث ده حدث مستحيل يعني حدث مستحيل يعني حدث لا يمكن وقوعه أبدا حدث لا يمكن وقوعه أبدا طيب إذا كان الاحتمال بيساوي واحد في الحالة دي بنقدر نقول إن ده حدث مؤكد يعني عدد عناصر هذا الحدث هي هي عناصر فضاء العينة يبقى كان تعريف الاحتمال معانا تاني اللي هو الاحتمال بيساوي نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية ده كان تعريف الاحتمال عندي تعريف تاني كان عاوز يعرف التجربة العشوائية التجربة العشوائية هي إيه؟ كلنا لو سألتك دلوقتي حالا قلت لك لو رميت قطعة نقود هيطلع إيه؟ سمع الناس كلها قلت لي هيطلع يا صورة يا كتابة إذن أنت عارف جميع النواتج الممكنة حضرتك عارف كل اللي هيطلعه تبتقدر تحدد لي إيه اللي هيطلع بالضبط؟ تقول لي الله أعلم طيب لو مسكنا ظهرة نرد ورمناها على سطح أملس هتقول لي هيطلع معايا يا واحد يا كنين يا تلاتة يا أربعة يا خمسة يا ستة زهرة النرد أو زهرة السلم والتعبان أو زهرة الطورة اللي أنت بتلعبها دي يبقى دي حضرتك الزهرة دي لما قرميها هيطلع الاحتمال الأحداث اللي فيها تطلع إيه؟ أو فضائل عينة بتاعها هيطلع إيه؟ هيطلع واحد واثنين وتتاتة أربعة وخمسة وستة إذن حضرتك عارف كل اللي هيطلع ولكن ما تقدرش تحدد إيه اللي ممكن يطلع بالظبط لذلك التجربة العشوائية تعرفها هي تجربة معلوم مسبقاً قبل ما أعملها قبل ما أعمل التجربة أنا أعرف نتيجته زي ما تقول لي فيه طالب داخل الانتحان أقولك الطالب ده إن شاء الله هينجح أولا قدر الله يرسل يبقى أنت عارف كل اللي هيحصل قبل ما الطالب يدخل الانتحان يبقى التجربة العشوائية هي تجربة معلوم مسبقاً جميع نواتجها قبل إجرائها قبل ما أعملها أنا أعرف كل النواتج دون الجزم أي منها سوف يقع ما أقدرش أحدد أي نواتج هذه سوف يقع يبقى تعريف التجربة العشوائية مرة تانية هي تجربة معلوم جميع نواتجها مسبقاً قبل إجرائها دون الجزم أي منها سوف يقع ده كان تعريف التجربة العشوائية تعالوا كمان نشوف تعريف فضاء العينة يبا احنا قلنا تعريف الاحتمال وقلنا تعريف التجربة العشوائية فضاء العينة يعني ايه فضاء العينة فضاء العينة هو جميع النواتج الممكنة من التجربة وبالمناسبة فضاء العينة جي فيه سؤال السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها كان سؤال لذيذ جدا ايه هو السؤال او الاول نقول تعريف فضاء العينة ونرجع للسؤال بتاعنا فضاء العينة هو جميع النواتج الممكنة فضاء العينة عندك هو جميع النواتج الممكنة أو بنسميه المجموعة الشاملة أو بنسميه المجموعة الشاملة اللي هو كل اللي هيطلع من التجربة ده اسمه فضاء أو فراغ العينة يعني لما تقولي تجربة إلقاء قطعة نقود مرة واحدة كل اللي هيطلع عندك هو ده فراغ العينة يعني فراغ العينة بتاعة تجربة إلقاء قطعة نقود مرة واحدة اللي هو صورة وكتاب طيب فراغ العينة أو فضاء العينة لتجربة إلقاء ظهرة نرد مرة واحدة قلناها من شوية وهنقولها تاني الفيه بتساوي واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة شفت حضرتك وقفت عندي الستة عشان ده آخر رقم موجود في المكعب بتاع حضرتك اللي هو ظهرة النرد يبقى فضاء العينة عندي هو جميع النواتج الممكنة طيب إيه السؤال بقى اللي حضرتك قلته جيه في الانتحانات سابقة السؤال اللي هو عدد عناصر فضاء العينة ما قالش اكتب فضاء العينة قال اكتب عدد العناصر يعني لما أقولك في تجربة إلقاء قطعة نقود مرة واحدة عدد عناصر فضاء العينة تقول لي اتنين قصة واحد لأن اللي هيخرج من قطعة النقود الصورة والكتابة طيب دول كم عنصر؟ اتنين طيب حضرتك ترمي القطعة النقود دي كم مرة واحدة يبقى تقول لي اتنين قصة واحد يساوي اتنين يبقى عدد عناصر فضاء العينة لتجربة إلقاء قطعة نقود مرة واحدة بيساوي اتنين قصة واحد بيساوي اتنين طيب حد شاطر يقول لي يعني تجربة إلقاء قطعة نقود مرتين عدد عناصرها دي اقول لك اتنين قصة اتنين لأنه يطلع من قطعة النقود صورة واحدة عددهم اتنين وانت هترمي القطعة مرتين يبقى اتنين قصة اتنين فيها الاربعة لو عايز تستعرض او تفتكر معايا فضاء العينة لقطعة نقود مرتين هنفتكر مع بعض صورة وصورة وصورة وكتابة وكتابة وصورة وكتابة وكتابة يبقى عندي اربع اقواس القوس الاول صد وصد القوس الثاني صد وكاف القوس التالت كاف وصد القوس الرابع كاف وكاف طيب عدد عناصر خلي بالك ان السؤال كويس عدد عناصر القاء قطعة نقود تلتى مرات قلت لي اتنين قصة ثلاثة لأن هأوا قطعة النقود صورة وكتابة عددهم اتنين وانا هرميها تلت مرات يبقى اتنين قصة ثلاثة اتنين قصة ثلاثة بكام بتمانية يبقى كده قلنا إن عدد عناصر إلقاء قطعة النقود مرة واحدة عدد عناصر فضاء العينة كام؟ اتنين عدد عناصر فضاء العينة لإلقاء قطعة نقود مرتين؟ أربعة عدد عناصر فضاء العينة لإلقاء قطعة النقود تلت مرات؟ تمانية طيب عدد عناصر فضاء العينة لإلقاء ظهرة نرد مرة واحدة هتقولي ستة قس واحد بستة أو عدد عناصر فضاء العينة لإلقاء ظهرة نرد مرتين هتقول لي ستة قس اتنين بستة وتلاتين يبقى كده قلنا تعريف فضاء العينة عندي هو جميع النواتج الممكنة أو فراغ العينة هو المجموعة الشاملة يبقى ده التعريف بتاع فضاء العينة وكان تعريف التجربة العشوائية تجربة معلوم جميع نواتجها مسبقا قبل إجرائها دون معرفة أي منها سوف يقع طيب عندي كمان تعريف مهم جدا اللي هو الأول نشوف تعريف الحدث قبل ما نخشف الحدث المستحيل الحدث هو مجموعة جزئية من فضاء العينة يبقى الحدث دايما مجموعة جزئية من فضاء العينة طيب الحدث المستحيل بها احنا اتفقنا مع بعض أن الحدث المستحيل هو الحدث الذي لا يمكن حدوثه أبدا وعناصره موجودة في فضاء العينة طبعا يبقى الحدث المستحيل ده هو الحدث الذي لا يمكن حدوثه طيب عندي كمان الحدث المؤكد الحدث المؤكد هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فضاء العينة ده مؤكد الحدوث طبعا يعني الحدث المؤكد هو العدد الذي عناصره تساوي عناصر فضاء العينة طيب هنتقل معك لموضوع التوزيع الطبيعي ده سؤال مهم جدا في التوزيع الطبيعي فبقول ان في التوزيع الطبيعي المعياري خلي بالك انا قلت ايه المعياري الوسط الحسابي يساوي نقط والتباين يساوي نقط أو الانحراف المعياري يساوي نقط هتقول لي في التوزيق التباين المعياري وسط الحسابي دايماً بكام؟ بصفر والتباين برافو عليك بواحد وكمان الانحراف المعياري اللي هو جزر التباين فجزر واحد هيطلع هو كمان واحد يبقى زي ما بنقول في التوزيق الطبيعي التباين الوسط الحسابي هيساوي صفر والانحراف المعياري هيساوي واحد وكمان التباين بيساوي واحد طيب عندي الحدث المؤكد زي ما قلنا هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فراغ العينة العناصر بتاع الحدث هي عناصر فيه يبدأ ده اسمه حدث مؤكد يعني لما قلك في ظهرة النارد فضاء العينة كامة تقول لي واحد واتنين 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 واربعة وخمسة وستة بترفع عليه طيب لما قلك احسب حدث الحصول على عدد أقل من سبعة هتقول لي الفيه بتساوي 1, 2, 3, 4, 5 اللي الحدث بيساوي 1, 2, 3, 4, 5 و 6 لماذا نلاحظنا أن عدد عناصر الحدث هي هي أو عناصر الحدث هي هي عناصر فيه أقول لك برافو عليك طالما الحدث بيساوي فيه يبقى ده في الإحصاء بنسميه حدث مؤكد يبقى الحدث المؤكد اللي هو الحدث اللي عناصره بتساوي عناصر فضاء العينة نرجع تاني بتعريف الحدث المؤكد هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فراغ العينة ويكون احتماله يساوي واحد صحيح برافو عليه ده هيرجعنا للحدث المستحيل اللي احتماله كان صفر احتمال الحدث المستحيل كان صفر اما احتمال الحدث المؤكد واحد صحيح قلنا كمان في التوزيع الطبيعي المعياري قلنا السؤال ده من شوية التوزيع الطبيعي المعياري وسط يساوي كم؟ قلت اللي بيساوي صفر وتبينه بيساوي كام؟ قلت لي بيساوي واحد عندي كمان بعض الأسئلة اللي ممكن تيجي في صورة أكمل يقول لي هناك أسلوبان لجمع البيانات هما إيه وإيه؟ أقول لك أسلوب الحصر الشامل وأسلوب العينة يبقى عندي أسلوبين لجمع البيانات يقول لك من أساليب جمع البيانات تقول لي الحصر الشامل والعينة وإحنا عارفين أن الحصر الشامل اللي هي دراسة جميع أو أن الباحث يدرس جميع مفردات المجتمع لو أنا عايز أعمل تحليل لفصل معين لو عايز تتبع أسلوب الحصر الشامل لازم تعمل التحليل لكل طلبة الفصل كل الطلبة عشان ده حصر شامل أو لو أنا عايز أختبر مستوى فصل معين بطريقة الحصر الشامل لازم أعمل امتحان الفصل كله امتحان الفصل كله عشان ده حصر شامل عندي أسلوب تاني اسمه أسلوب العينات العينات أنا هاخد جزء من المجتمع يبقى هنا يقوم الباحث بدراسة جزء من هذا المجتمع وليس يقوم بدراسة المجتمع كله يبقى أنا عندي هناك أسنوبان لجمع البيانات هما قلنا الحصر الشامل والعينة طيب من مزايا العينة العشوائية الطبقية السؤال بقول من مزايا العينة العشوائية الطبقية أقول له مزايا العينة العشوائية الطبقية برافو عليك سامعة كنت بتجاوب شرحناها قبل كده اللي هي أدق تمثيلاً للمجتمع بتعتبر بتمثل المجتمع بصورة أدق يبقى هي أدق تمثيلاً للمجتمع وكمان بيقل فيها خطأ الصدفة والتحيز بيقل فيها خطأ الصدفة والتحيز يبقى ممكن يقول لي من مزايا العينة الأشوائية أو أذكر مزايا العينة العشوائية أقول له أدق تمثيلاً للمجتمع ويقل فيها خطأ الصدفة والتحيز وابسط انواع العينات يبقى دي مزايا العينة العشوائية التبقية عندي كمان يا جماعة سؤال مهم جدا لما شرحنا موضوع الانحضار وشرحنا موضوع الارتباط كان في بعض اللابس في التعريفين احنا اتفقنا مع بعض ان الارتباط هو مقياس احصائي يقيس شدة او قوة العلاقة بين متغيرين او بين ظاهرتين سين وصاد يبقى لما يقول لي نقط هو مقياس احصائي يقيس قوة او شدة العلاقة بين ظاهرتين لا ده الارتباط كده كده حزيك بتتكلم في الارتباط لانك يقيس علاقة بين ظاهرتين بتشوف ماذا ارتباطهم ببعض يبقى ده الارتباط اما الانحضار كنت بتقول لي التنبؤ بقيمة احد المتغيرين بمعلومية المتغير الاخر يعني عندي ظاهرتين سين وصاد اقدر اتنبأ بقيمة سين بمعلومية صاد واقدر اتنبأ بقيمة صاد بمعلومية سين اللي هم معادلتين انحضار معادلة انحضار صاد على سين اللي كانت الساد بتساوي ألف سين زائد به ومعادلة انحضار صين على صاد اللي هي السين بتساوي جين صاد زائد دال زي ما شرحناه طيب لما يقول لي عملية التنبؤ بقيمة أحد المتغيرين بمعلومية المتغير الآخر تعرف بأنها إيه؟ أو تعرف بأنها الانحضار تعرف بأنها إيه؟ الانحضار طبعا طيب إذا كانت قيمة معامل الارتباط بتساوي سالب إذا كانت قيمة معامل الارتباط بتساوي نقط نقطة ت Angelобр كان الارتباط تام يا مسر حضرتك قلت لنا ان في موضوع الارتباط قلنا ان معامل الارتباط معامل الارتباط يتراوح بين مجب واحد وسالب واحد مع عدد و صفر يعني uh لا يقل عن سالب واحد ولا يزيد عن مجب واحد يبقى معامل الارتباط لا يقل عن مجب واحد ولا يزيد عن سالب واحد ما عدى مين؟ ما عدى صفر لان لو ناتج الارتباط طلع بصفر بنقوله لا يوجد الارتباط مفيش ارتباط لاذا كان ناتج الارتباط بصفر بنقوله لا يوجد ارتباط طيب انا عندي كمان ايه الدرجات بتاع قوة معامل الارتباط او درجاته اتفقنا مع بعض ان اذا كان ناتج صفر لا يوجد ارتباط طيب اذا كان الناتج واحد صحيح او سالب واحد صحيح لو فاكرين مع بعض كنا بنقول ان ده ارتباط تام سواء طرد تام او عكسي تام لو مجاب 1 هيكون طردي تام لو سالب 1 هيكون عكسي تام يبقى اتفقنا إن درجات الارتباط وبالمرة نرجعها بقى قلنا سفر لو يوجد ارتباط وواحد أو سالب 1 تام طب 1 من 10 أو 2 من 10 أو 3 من 10 قلنا ضعيف 4 من 10 أو 5 من 10 أو 6 من 10 متوسط 7 من 10 أو 8 من 10 أو 9 من 10 ارتباط قوي وزي ما اتفقنا الواحد الصحيح ارتباط طردي تام إذن لما يجيني أسئلة على الجزئية اللي احنا شرحناها دي وقول لي إذا كانت قيمة معامل ارتباط تساوي نقط أو نقط كان الارتباط تام إيه الرقمين اللي بيخلوه الارتباط تام قلت لي الموجب واحد طردي تام والسالب واحد عكسي تام يبقى ده كان أول سؤال عندي طيب إذا كانت قيمة معامل ارتباط موجب واحد ده لذلك على أن الارتباط انت قلت موجب واحد يبقى هنا الارتباط طردي تام إذا كان معامل الارتباط سالب واحد ده لذلك على أن قيمة الارتباط أو نوع الارتباط عكسي ودركته تام يبقى اتفقنا إن الموجب واحد والسالب واحد يأما طردي تام يأما عكسي تام وخلي بالك كان فيه سؤال بيجي ووجود في الكتاب بيقول كلما اقتربت قيمة الارتباط من الواحد الصحيح دل ذلك على أن الارتباط إيه قاعد تقول لي تام لأن أنا ما قلتش يساوي واحد صحيح أنا بقول اقتربه اقتربه يعني قرب من الواحد يعني يقرب من الواحد يعني كان تسعة من عشرة كان تمانية من عشرة كان سبعة من عشرة طيب هي دي القيم دي مش أنت درستها وعرفت إنها بتكون الارتباط في الحالة دي ارتباط قوي برافو عليك يبقى ده ارتباط قوي يبقى كلما اقتربت قيمة الارتباط من الواحد الصحيح دل ذلك على أن الارتباط قوي وكلما اقتربت قيمة الارتباط من الصفر إيه اللي هيحصل أنا ما قلتش بيساوي صفر عشان ما تقوليش من الله يوجد ارتباط أنا قلت اقتربت من الصفر يعني اقتربت من الصفر يعني قربت قوي من الصفر كانت واحد من عشرة اتنين من عشرة رايحة على الصفر خلاص بتقرب من الصفر تقولي ده لذلك على أن الارتباط ضعيف يبقى إذا كان كلما اقتربت قيمة الارتباط من الواحد ده لذلك على الارتباط قوي وكلما اقتربت قيمة الارتباط من الصفر ده لذلك على الارتباط ضعيف طيب عندي كمان بعض الأسئلة السهلة الجميلة اللي هي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة الخطأ لما يقول لي مج فيه تربيع يمكن أن يساوي 2 نون في نون تربيع ناقص واحد مج فيه تربيع يمكن أن يساوي 2 نون في نون تربيع ناقص واحد طيب هو حضرتك مج فيه تربيع ده مش احنا بنقول ان مجي فيه تربيع فوق في البسط بيتضرب في ستة علشان اقدر احصل على معامل الارتباط يبقى احنا اتفقنا ان نفكره كده بقانون معامل الارتباط بتاع سبيرمان قلتين الريه بيساوي واحد ناقص ستة مجي فيه تربيع على نون في نون تربيع ناقص واحد يبقى هنا مجي فيه تربيع يمكن ان يساوي نون في نون تربيع ناقص واحد طبعا الابارة خاطئة طيب عندي اذا كانت ستة في مجي فيه تربيع على نون في نون تربيع ناقص واحد تساوي واحد الكسر ده بيساوي واحد طب مش احنا كنا بنقول لو الكسر بيساوي واحد انا هرجع اتراحه من الواحد اللي موجود في القانون يبقى الناتج كام الناتج صفر اذا لو الناتج صفر هتقول لي لا يوجد ارتباط يبقى العبارة صحيحة طيب معامل الارتباط كنته ممكن تكون اصغر من سلب واحد اقول لك مش ممكن من قصائص معامل الارتباط انه لا يقل عن سالب واحد ولا يزيد عن موجب واحد طيب عندي كمان بيقول لي اذا كانت ستة مجي فيه تربيع بيساوي سفر البسط بيساوي سفر طيب يا جماعة مش احنا دارسين في اعدادي وقلنا كمان في الارتباط اذا كان البسط بيساوي سفر اذا كان البسط بيساوي سفر يبقى كل القيمة بتساوي سفر طيب السفر ده لما ترحه من الواحد هيديني واحد صحيح اذا هيكون الارتباط تام برافو عليه اتفقنا ان لو البسط سفر يبقى الكسر كله هيكون بسفر لان سفر على اي شيء بيساوي سفر هنرجع نطرح سفر ناقص واحد بيساوي واحد صحيح يطلع القيمة بتاعتي الارتباط طردي تام طيب عايز افكرك بمسائل الاحتمالات اللي عندنا وقلنا عندي رمي حجر نرد مرة واحدة وقبل ما ندخل في التمرين ده عايزك تركز كويس جدا في المطلوب فيه فرق بين كلمة حدث وفيه فرق بين كلمة احتمال خلي بالك لو طلب حدث ما بتعملش الاحتمال بتكتب العناصر فقط اما لو طلب الاحتمال لازم اجيب الحدث وبعدين اقسم الحدث على فضاء العينة يديني الاحتمال يبقى اتفقنا مع بعض فيه فرق من كلمة حدث لما يطلب كلمة حدث او يطلب كلمة احتمال زي التمرين اللي معنا طالب كلمة حدث طيب طالب شاطر وكمل وجاب الاحتمالات براحتك بس انا طالب منك الحدث انا عايز منك الحدث فتلتزم بالحدث يبقى بيقول لي عندي عالمي حجر نرد مرة واحدة اذكر الاحداث ما قالش الاحتمالات اذكر الاحداث الاتية الحدث الف ظهور عدد زوجي الحدث الف عايز ظهور عدد زوجي والحدث به عايز ظهور عدد اولي والحدث جيمت ظهور زوجي واولي والحدث ده لظهور زوجي او اولي خلي بالك انت قلت في تجربة القاء حجر نرد مرة واحدة ظهرة النارد او حجر النارد او حجر الطاولة اللي هنرميه مرة واحدة كلنا شطار وقلنا فضاء العينة قبل ما أنا قوله سامع الناس بتقولي الفيه بيساوي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة حضرتك جبت فضاء العينة ممتاز لأن من غير فضاء العينة ده مش هنحل حاجة كده جبنا فضاء العينة طيب عايز حدث ظهور عدد زوجي إيه الاعداد الزوجية اللي عندي قلتلي الاثنين والاربعة والستة برافو عليك طيب أروح أجيب احتمال لا يا مستر وطلب حدث يبقى اكتفي بالمطلوب بتاعه هو أنا طلب حدث فاكتفيت بإيجاد الحدث نقول تاني فضاء العينة كان بكام واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة طيب حدث ظهور عدد زوجي دور كده على الاعداد الزوجية في الستة أرقام اللي انت قلتهم قلتلي الامستر الاثنين والاربعة والستة يبقى إذن لما يطلب حدث ظهور عدد زوجي الأول هقوله فضاء العينة بيساوي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة ده فضاء العينة طيب حدث ظهور عدد زوجي قلتلي اتنين واربعة وستة خلاص أنا مش أجيب الاحتمال عشان ما لا أخبطكش أنا عايز أتركز معي في إيجاد الحدث طيب نرجع تاني عايز إيه الحدث به بقى عايز الحدث به ظهور عدد أولي وعايز أفكر أعزائي الطلبة والطالبات بتعريف العدد الأولي العدد الأولي هو عدد لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى الواحد الصحيح ويكون عوامله كم عامل اتنين ليه بقولك العوامل بتاعتي يكون اتنين عاملين علشان الواحد ليس عدد أولي يعني لما جاي أقولك إيه الأعداد الأولية تقولي طب ما الواحد ما بيقبلش الإسم على نفسه وهيقبل الإسم على الواحد طب ما هو الواحد هو نفسه كده هو عامل واحد للعدد ده يبقى العدد ده ليس عدد أولي الواحد مش من الأعداد الأولية أما العداد الأولية اللي عندي اتنين تلاتة خمسة سبعة يبقى ديء بس طبعا السبعة مش معنا في فضاء العينة بس أنا أقول لك العداد الأولية عمتك طيب العدد الأولي لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى الواحد الصحيح إيه الأعداد الأولية اللي عنده حضرتك في التمرين بتاعك قلتلي أنا عندي اللي ينطبق عليه هذه الشروط في فضاء العينة اللي عندي اللي هو الواحد والاتنين وتنين 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 عدد اولي. حدث ظهور عدد اولي. ايه الاعداد الاولية اللي عند حضرتك? قلتلي الاتنين والتلاتة والخمسة. يبقى العدد الاولية اللي عندي كام? اتنين وتلاتة وخمسة. وبرضو مش اجيب احتمال لانه طالب حدث. ركز كويس كده في كلمة ايه? حدث. عايز كلمة حدث. مش عايز احتمال. طيب. ركز ثاني. حدث ظهور عدد زوجي واولي. خلي بالك احنا اتفقنا مع بعض ان كلمة وا يعني تقاطع. اللي موجود في الاعداد الزوجية واللي موجود في الاعداد الاولية. على طول تقولي الوحيد اللي اتكرر يا مستر في الاعداد الزوجية ما هو الزوجي كان كام يا جماعة? اتنين واربعة وستة. والاولي كان كام اتنين وتلاتة وخمسة. مين اللي اتكرر او متقاطع في الاتنين او مشترك في الاتنين? قلتلي هو فقط الاتنين. يبقى هنا لما يطلب حدث ظهور عدد زوجي واولي ما عندكش في الاعداد الاولية كلها عدد زوجي غير الاتنين العدد الزوجي الوحيد اللي اولي هو الاتنين اي عدد زوجي بعد كده مش هيكون اولي يبقى العدد الزوجي الاولي هو الاتنين يبقى حدد ظهور عدد زوجي واولي هو الاتنين طب حدد ظهور عدد زوجي او اولي خد بالك يا مصطر انت اتكت او على كلمة او دي يعني او او يعني اتحاد او يعني اتحاد باخد كل الزوجي وكل الاولي كل الزوجي وكل الاولي يبقى انا هاخد هنا ايه كل الزوجي وكل الاولي الزوجي كان كام يا مصطر كان اتنين وكان اربعة وكان ستة والاولي كان كام كان اتنين وكان تلاتة وكان خمسة طيب هنا الاتنين اتكررت مرتين اقول لك لا بدون تكرار العدد لو مشترك بين الاتنين باخده مرة واحدة يبقى الزوجي او الاولي هتقوله الاتنين والتلاتة والاربعة والخمسة والستة يبقى ده حدث ظهور عدد زوجي واولي يبقى حدث ظهور عدد زوجي او اولي اتنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة حدث ظهور عدد زوجي واولي اتنين فقط يعني يا مصر حرف الالف اللي تحط ده يفرق كده طبعا يفرق كتير كلمة و يعني تقاطع وكلمة او يعني اتحاد كلمة و يعني تقاطع كلمة او يعني اتحاد حتى لما هنشوف في تمرين الاحتمالات بعد كده ما يقول لي سلعتين يقول لي احتمال بها السلعتين معن يعني الف و به معن دي اللي هي كانت التقاطع زي ما قلناها قبل كده اما احتمال بيع السلعة او السلعة به دي كانت اتحاد اللي هي بيع احدهما على الاقل تعالوا نرجع تاني للتمرين بتاعنا وعندي كمان تمرين على نفس الجزئية بس هطلب منك الاحتمال علشان نبرز الفرق بين كلمة حدث وبين كلمة احتمال خلي بالك لما يطلب حدث توقف عند ايجاد الحدث لو طلب احتمال هتجيب الحدث وتقسم عدد عناصر الحدث على عدد عناصر فيه علشان تقدر توصل للاحتمال معايا تمامين بيقول لي عندي عند رمية حجر نرد مرة واحدة وملاحظة الوجه العلوي اذكر الاحتمالات الاتية احتمال الف ظهور عدد فردي احتمال به ظهور عدد اولي خلي بالك هنا طالب احتمال ولا حدث لا يا مصر ده طالب احتمال يبقى على طول نقول فضاء العينة الاول من الشاطر هيسمعني فضاء العينة بتاع رمية نرد ظهر نرد مرة واحدة قلت لي فيه بتساوي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة قدرنا نحصل على قيمة فيه طيب انا عاوز ايه بقى؟ عاوز احتمال ظهور عدد فردي ما اقدرش يا مصر اجيب الاحتمال من غير ما اجيب الحدث يبقى انا هروح اجيب حدث ظهور عدد فردي ايه الاعداد الفردي اللي عندك؟ دور كده الواحد ده فردي ايوة طبعا الاتنين ده فردي لا التلاتة فردي اه اربعة فردي لا الخمسة فردي الستة لا يبقى عندي حدث ظهور عدد فردي واحد وثلاثة وخمسة خلي بالك انت اخترت الاعداد الفردي تبعيز احسب الاحتمال بقى تقول لعدد عناصر الحدث على عدد عناصر فضاء العينة يبقى دول كانوا تلات عناصر ودول كانوا ستة يبقى الاحتمال بيساوي تلاتة على ستة يبقى نص او خمسة من عشرة يبقى كده هنا انا جبت الحدث والاحتمال ليه؟ كان طالب مني الاحتمال يبقى يحسب احتمال ظهور عدد فردي هقول له بيساوي تلاتة على ستة او نص طيب كان المطلوب الثاني عاوز عاوز احتمال ظهور عدد اولي الاعداد الاولية اللي عندي احنا قلنا خلاص ظهور عدد فردي عرفناه 1 3 5 وبعدين اسمنا عدد العناصر بتاع الحدث على عدد العناصر فضائي العينة قلت 3 على 6 فيها النص طيب عاوز احتمال ظهور عدد اولي فين الاعداد الاولية اللي عندي 5 طيب كم انصر دول 3 على كم انصر في الفضاء 6 يبقى 3 على 6 فيها 5 من 10 عندي تمرين كمان اللي احنا اتفقنا عليه من شوية يقول يتبيع احدى المنشآت سلعتين الف وبه اذا كان احتمال بيع السلعة الف 6 من 10 احتمال بيع السلعة الف كام 6 من 10 واحتمال بيع السلعة به 5 من 10 واحتمال بيع السلعتين معا 4 من 10 خلي بالكم في الجزئية دي تبيع احدى المنشآت سلعتين الف و به تبيع احدى المنشآت سلعتين الف و به اذا كان احتمال بيع السلعة الف 6 من 10 يبقى احتمال ان احنا نبيع الف لوحدها 6 من 10 واحتمال بيع السلعة به بخمسة من عشرة يبقى احتمال به بخمسة من عشرة واحتمال بيع السلعتين معن يعني هي بقى كلمة معن حضرتك لسه إلهانا من شوية كلمة معن يعني تقاطع إذن حضرتك تقصد احتمال ألف تقاطع به أيوة باربعة من عشرة يبقى أنا كده معايا احتمال ألف بستة احتمال به بخمسة احتمال ألف تقاطع به باربعة من عشرة يبقى كده مديلك ألف ومديلك به ومديلك التقاطع اوتوماتيك دماغك هتروح للاتحاد ان شاء الله خلاص لانك عرفت لما كنا بنشرح الاتحاد احنا كنا عاملين قعدة جميلة قوي اتحاد الف مع به او احتمال الف اتحاد به بيساوي الاول زائد التاني ناقص العكس بتاع الاتحاد اللي هو التقاطع يبقى انا هنا لما يطلب مني احتمال بيع سلعة واحدة على الاقل احتمال بيع سلعة واحدة على الاقل كده انا عرفت ان احضرت طالب احتمال الاتحاد عاوز احتمال الاتحاد طيب الاحتمال الاتحاد بيساوي ايه نقول القانون مع بعض احتمال الف اتحاد به بيساوي احتمال الف زائد احتمال به ناقص احتمال الف تقاطع به طيب يا مصر ده انت الثلاث حاجات اللي قلتهم في القانون موجودين معايا في التمرين يبقى انا كده هعمل تعويض مباشر في القانون اللي انا حافظه وفهموا احتمال ألف اتحاد به بيساوي احتمال ألف زائد احتمال به ناقص احتمال ألف تقاطع به طيب أنا عندي احتمال ألف كان بستة من عشر زائد احتمال به خمسة من عشر ناقص احتمال التقاطع أربعة من عشر يبقى ستة زائد خمسة ناقص أربعة يطلع سبعة من عشر اللي هو الاتحاد تعالوا نشوف مع بعض التمرين ونحله مع بعض احتمال بيع السلعة ألف أو بيع السلعة به اللي هي احتمال بيع سلعة واحدة على الأقل يعني هي على الأقل؟ يعني بيع ألف أو به واحدة منهم الاتنين تبع يبقى احتمال ألف اتحاد به بيساوي احتمال ألف زائد احتمال به ناقص احتمال ألف تقاطع به يبقى بيساوي 6 من 10 زائد 5 من 10 ناقص 4 من 10 يطلع 7 من 10 طيب المطلوب التاني كان مطلوب سهل جدا وجميل جدا احتمال بيع السلعة ألف فقط يعني معنى ما يطلب ألف فقط أو به فقط كلمة فقط معناها أن التانية ما تتبعش يعني عايز احتمال بيع السلعة ألف فقط يبقى معناها احتمال بيع ألف وعدم بيع به خلي بالك من دي احتمال بيع السلعة ألف فقط هو يقصد ايه هنا؟ يقصد أن أنت تبيع ألف وما تبيعش به عايز احتمال بيع ألف وعدم بيع به كلنا خلاص شفنا المسألة بصورة سليمة اللي هي احتمال ألف فرق به أو هي هي احتمال ألف تقاطع به شرطة يبقى هي هي بيع ألف فقط بتساوي احتمال ألف فرق به بيساوي احتمال ألف تقاطع به شرطة التلاتة دول نفس المسمى للتمرين اللي معانا تعال نشوف احتمال بيع ألف فقط اللي هو احتمال ألف فرق به وقبل ما نروح للتمرين هفكرك ان احنا عندنا قاعدة بتقول ايه اي فرق بيساوي الاول ناقص التقاطع اي مسألة فرق في الحياة في الدنيا كلها بيساوي الاول ناقص التقاطع يبقى حضرتك عايز تجيب احتمال ألف فرق به من اللي جي الاول؟ ألف يبقى احتمال ألف ناقص احتمال ألف تقاطع به يبقى احتمال ألف كان بستة من عشرة والتقاطع كان بربعة من عشرة يطلع معاك اتنين من عشرة سهلة وبسيطة جدا جدا طيب لو كان طلب احتمال بيع به فقط كنت هتقول لي احتمال به فرق ألف خدت بالك مين اللي تقالي الأول؟ به يبقى احتمال به فرق ألف بيساوي احتمال به ناقص احتمال التقاطع يعني خمسة من عشرة ناقص أربعة من عشرة كان هيطلع واحد من عشرة اللي هو احتمال بيع به فقط طيب عندي كمان تمرين على العينات والعينات طبعا من الموضوعات السهلة الجميلة اللي هي بتيجي في امتحانات كتير جدا وجدت في امتحانات سابقة كتير جدا وموضوع من الموضوعات اللي معظم الطلبة بيحبها لانه موضوع العينات من اسهل الابواب المنهة كلها طيب عندي في العينات سلوب التوزيع المتناسب سلوب التوزيع المتناسب نفكرك كده بأسلوب التوزيع المتناسب والعينات أو في أسلوب التوزيع المتناسب ييجي يقولك مجتمع مكون من 3 طبقات مجتمع مكون من 4 طبقات مجتمع مكون من 5 طبقات وبعدين يدي لك عينة من 100 مفردة وعايز يوزع العينة دي بأسلوب التوزيع أو التخصيص النسبي أو المتناسب في التخصيص النسبي بقول إيه بقول حجم الطبقة في حجم العينة على حجم المجتمع يبقى هنا حجم العينة من الطبع بيساوي ايه حجم العينة من كل طبقة اجيبه ازاي بضرب حجم الطبقة في العينة المرات توزيعها على حجم المجتمع يعني لما نشوف تمرين مع بعض يقول لي مجتمع مكون من خمس طبقات مجتمع مكون من خمس طبقات بيانها كالقاتي ميم واحد بتساوي 1200 وميم اتنين بيساوي 1800 وميم تلاتة بيساوي 2000 وميم اربعة بيساوي 4000 وميم خمسة بتساوي 1000 طيب خد بالك ان عندك الخمس طبقات بطبق المجتمع دول انا عايز اجمعهم الاول عشان اعرف حجم المجتمع يبقى حضرتك اتقول لي 1200 زائد 1800 800 ادي 3000 وزائد 2000 يبقى 5000 زائد 4000 يبقى 9000 زائد الطبقة الخمسة 1000 يبقى 10000 كده انا عرفت ان حجم المجتمع عندي كم 10000 مفردة يبقى تاني اول حاجة في مسألة العينات ازا كانت بالتخصيص النسبي بجيب حجم المجتمع ازا يجيب حجم المجتمع قلت لي ميم واحد زائد ميم اتنين زائد ميم تلاتة زائد ميم اربعة زائد ميم خمسة يبقى جمعنا الطبقات اللي عندي اداني حجم المجتمع وبعدين يا مستر بروح اجيب بقى نون هيه واحد ونون هيه اتنين ونون هيه تلاتة ونون هيه اربعة ونون هيه خمسة وفي ملحوظة لازم نعرفها بعد ما اجيب حجم العينة من كل طبقة بجمع العينات اللي عندي او حجم العينة من كل طبقة عندي لازم يديني حجم العينة المراد توزعها في التمرين يبقى دي خطوة تأكدية لحضرتك لما بتخلص التمرين بتجمع الاركام اللي طلعت معاك لازم يدي لك الرقم اللي كان عاوز يوزعه في الاول يعني انا مثلا في التمرين اللي عندي ده خد بالك انا جبت حجم المجتمع بكام بعشر تلاف امتقيل ايه بقى الطبقة الاولى كانت 1200 والعينة المراد توزعها كانت 500 خد بالك العينة المراد توزعها كانت كام 500 والطبقة الاولى كانت كام 1200 يبقى انا هقول لك 1200 في 500 على حجم المجتمع اللي هو كان كام عشر تلاف يبقى خلي بالك نون واحد هنحسبها ازاي 1200 في 500 على العشر تلاف طلعت معاك كام طلعت معايا ستين كده انت جبت حجم العينة من الطبقة الاولى طيب نرجع تاني للتمرين بتاعنا الطبقة التانية كانت بكام ب 1800 وحجم المجتمع انت حسبته بكام بعشر تلاف وحجم العينة اللي مراد توزعها كانت 500 يبقى هتقول لي 1800 في 500 على عشر تلاف يطلع معاك بالمنتهى البساطة تسعين يبقى كده جبت حجم العينة من الطبقة الاولى ستين وحجم العينة من الطبقة التانية تسعين ارجع تاني للطبقة التالتة كانت كام 2000 وحجم المجتمع عشر تلاف وحجم العينة المراد توزعها 500 هتقول لي هتقول لي نون تلاتة بتساوي 2000 في 500 على العشر تلاف انا عايز اتأكد ان حلي صحة وغلط اجمع كل الارقام اللي طلعت معك حجم العينة من كل طبقة من الطبقة الاولى من الطبقة التانية ومن الطبقة التالتة والربعة والخمسة هتقول لي ستين زائد تسعين زائد مية زائد متين زائد خمسين يلا كده بالقال الحزبة برافو عليك وانت لي تطلع خمسمية يا مستر طيب هي حجم العينة اللي كنا عايزين نوزعها كانت كام كانت خمسمية يبقى توزيع عينة مكونة من خمسمية اذا انت مسألتك صح لان حجم العينة كان خمسمية ومجموعة النواتج بتاعتك كانت خمسمية ده كان تمرين على العينات وتمرين سهل جدا 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 عندي كمان بعض الموضوعات المهمة اللي عايزين نرجعها زي موضوع لانحضار فاكرين لما قلنا معادلة انحضار صاد على سين في معادلة انحضار صاد على سين قلنا الصاد بتساوي ألف سين زائد به الصاد بتساوي ألف سين زائد به ولما فكرتك عشان ما تطلع بطش في المعادلتين قلتلك ميز المعادلة معادلة انحضار صاد على سين انت قلت الصاد بتساوي ألف سين زائد به الألف والبه مع بعض جمعناهم في كلمة أب اللي بقولنا الصاد بتساوي ألف سين زائد به طب هنا انا محتاج احسب كمتين قيمة الالف وقيمة البه افكرك بقانون الالف كده مع بعض الالف بيساوي شرطة كسر يعني بسط ومقام البسط نون مجسين صاد ناقص مجسين في مجسات يبقى البسط نون مجسين صاد ناقص مجسين في مجسات المقام بقى نون مجسين تربيع ناقص مجسين الكل تربيع وخلي بالك المقام ما فيهوش جزر الجزر ده بتاع ارتباب بيرسو ركز كويس في الانحضار الالف بيساوي نون مجسين صاد ناقص مجسين في مجسات على نون مجسين تربيع ناقص مجسين الكل تربيع ويلزم لإيجاد معادلة انحضار صاد على سين عمل جدول من أربع خنات خانة السين وخانة الصاد ودول اللي موجودين في ورقة الأسئلة هكتبهم من ورقة الأسئلة هننقلهم من ورقة الأسئلة سين وصاد تالت خانة هضرب سين في صاد يبقى انا عندي سين صاد والخانة التالتة هضرب الاولى في التانية اللي هي سين في صاد رابع خانة سين تربيع وسين تربيع دي تضرب السين في نفسها او تكتب الرقم على الالة ودو الزرار التربيع زي ما انت عايز تعالوا نشوف مع بعض تمرين من الحضار وجبت الالف في معادلة الحضار صاد على سين واجيب البيه بيساوي مج صاد ناقص الالف في مج سين على نون وبعدين اعمل المعادلة تعالوا نشوف مع بعض التمرين بيقول ايه بيقول لي اذا علمت او من الجدول الاتي سين وصاد ومديني قيم لسين ومديني قيم لصاد والمطلوب حساب معادلة انحضار صاد على سين ومنها اوجد افضل قيمة لصاد عندما سين بعشرين يبقى انا عايز اعمل معادلة انحضار صاد على سين وخلي بالك كان ممكن يصعب التمرين شوية وما يقولش ان هي معادلة انحضار صاد على سين يقول لي اوجد معادلة انحضار المناسب المناسب طب انا هعرفها ازاي دي يا مستر وخصوصا ان انا عندي معادلتين معادلة انحضار صاد على سين ومعادلة انحضار سين على صاد اشتغل ازاي هقولك تركز في المطلوب اكتر هو يقولك اوجد معادلة انحضار المناسب ومنها اوجد افضل قيمة لصاد عندما سين بتساوي عشرين لا كده خلاص انا فهمت طالما افضل قيمة لصاد عندما سين بعشرين اذا حضرتك تقصد معادلة انحضار صاد على سين معادلة انحضار صاد على سين المطلوب حساب معادلة انحضار صاد على سين من الجدول اللي عندي طالما عرفت ان عايز معادلة انحضار صاد على سين على طول يا مستر هعمل جدول من اربع خنات هعمل جدول من كم خانة؟ اربع خنات ركز بقى معاي في الجدول كويس سين صاد سين فصاد سين تربيع هتقول لي خانت السين والصاد كتبناهم او نقلناهم من ورقة الاسئلة 9 8 7 9 9 9 6 7 8 8 ونجمع الائي المجموع كام 80 الائي المجموع بتاعي 80 خانت الصاد كانت 6 9 5 8 8 8 9 5 7 7 6 المجموع كام 70 هتركز بقى في اللي هنقوله مع بعض انا عايز خانت سين فصاد يبقى هضرب سين فصاد اول سين كانت بكام برافو عليك قلت لي بتسعة وا اول صاد كانت بكام بستة يبقى هنا هضرب التسعة في الستة يبقى تسعة في ستة باربعة وخمسين يلا اللي بعديه تمانية في تسعة باتنين وسبعين بقى لتك الحزب بروحة كده وركز وبعدين سبعة في خمسة بخمسة وثلاثين تسعة في تمانية باتنين وسبعين وتسعة في تمانية تاني باتنين وسبعين تسعة في تسعة بواحد وثمانين وهكذا يبقى انا قدرت احصل على خانة سين فصاد عن طريق ضرب خانة سين في خانة صاد طيب خلي بالك اخر خانة اسمها ايه؟ اسمها سين تربيع اخر خانة اسمها سين تربيع سين تربيع دي بتيجي ازاي بضرب السين في نفسها يبقى تسعة في تسعة برافو عليك بواحد وتمانين شفت لما ضربنا التسعة في تسعة داني واحد وتمانين هضرب تمانية في تمانية باربعة وستين سبعة في سبعة بتسعة واربعين وهكذا اجمع بقى خانة سين كلها كانت بكم برافو عليك قلت لي خانة سين كانت بتمانين خانة سين كانت بكم بتمانين وخانة صاد بسبعين ومجموع سين صاد كان بخمسمية تسعة وستين ومجموع سين تربيع ستمية وخمسين طيب أعمل إيه؟ أجيب ألف أجيب قيمة ألف حفظنا قلون الألف مع بعض في الحلقات اللي فات الألف بيساوي نون في مج سين صاد ناقص مج سين في مج صاد على نون في مج سين تربيع ناقص مج سين الكل تربيع معايا كده شطار نشيل كل حاجة ونحط قمطة النون هنقد القيم اللي عندي لأنهم عشرة في مج سين صاد كان بخمسمية تسعة وستين مج سين صاد كان بكام خمسمية تسعة وستين يبقى دربة عشرة في خمسمية تسعة وستين ناقص تمانين في سبعين التمانين اللي هي مج سين والسبعين اللي هي مج سات على النون بعشرة في مج سين تربيع ستمية وخمسين ناقص مج سين كان تمانين في نفسه أو الكل تربيع يطلع معاك الألف كامته 9 من 10 كده حصلت على قيمة الألف عايز أحصل على قيمة البه المستر سهلاه البه بتساوي ماجه صاد ناقص ألف في الماجه سين على نون والبه بتساوي أشيل ماجه صاد احط 70 والألف أنا جبته من شوية صغيرين كان بتسعة من 10 قيمة ألف كانت بكام تسعة من 10 أضربها في قيمة ماجه سين على نون يطلع معاك البه بسالب اتنين من عشرة خد بالك بقى لما اجي اعمل المعادلة هقول له معادلة انحضار صاد على سين الصاد بتساوي الف سين زائد به ده المعادلة بس هنا مصدر قيمة به كانت بالسالب برافو عليك يبقى هنا الصاد بتساوي الف سين ناقص به يبقى هنا هقول له الصاد بتساوي الف سين زائد به لما قلت الصاد بتساوي تسعة من عشرة سين طب البه بالسالب يبقى هعوض عن قيمة به بالقيمة السالب آخر حاجة في التمرين كان عايز يقدر قيمة صاد عندنا سين بكام؟ بعشرين نعوض عن سين بتساوي عشرين يبقى الصاد بتساوي تسعة من عشرة سين ناقص اتنين من عشرة يبقى تسعة من عشرة في العشرين القيمة سين اللي هو عايزة كانت بعشرين وهعوض عن سين بعشرين تسعة من عشرة في عشرين بطمانتاشر وبعدين تمنتاشر ناقص اتنين من عشرة يطلع سبعتاشر وتمانية من عشر طيب أنا كده جبت قيمة صاد ورجعت على موضوع انحضار صاد على سين وكمان عايز أفكرك أن معادلة انحضار سين على صاد السين بتساوي جيم صاد زائد دال علشان يبقى كده قلنا معادلة انحضار صاد على سين ومعادلة انحضار سين على صاد قلت لك إزاي فرق بينهم لو ما طلبش في الامتحان جاءت في الامتحان سابق يقول لك اوجد معادلة انحضار المناسب ثم قدر قيمة صاد التي تجعل سين تساوي 15 إذن حضرتك تقصد معادلة انحضار صاد على سين طيب لو جاب لك تمرين ولك اوجد معادلة انحضار المناسب ثم قدر قيمة سين عندما صاد بكام بعشرين يبقى كده حضرتك تقصد معادلة انحضار سين على صاد ده كان جزء من موضوع الانحضار كان نفسنا نطول معاكم أكتر من كده بس للأسف علشان وقت حلقتنا إن شاء الله على وعد في الحلقات اللي جاية نكمل بقية مسائل الانحضار والارتباط وإن شاء الله نكون قربناكم من النجاح بخطوات على شاشة قناتكم المفضلة مصر التعليمية وبرنامجكم في بيتنا مزيزة كان معكم فتحي عبد الكريم من وزارة التربية والتعليم